ممشاهدين معنا الآن عبر الزوم من عمان الأستاذة آسيا العبيدي منسقة مشروع الفاحص لتدقيق الأخبار المضللة يسعد صباحة أستاذة آسيا نورتينه وفعلا أخذ انتشار كلش كبير يسعد صباحة أستاذة آسيا نورتينه بصباح دجلة يسعدين بوجودة آسيا مرحبا صباح الخير وشكرا على الاستضافة شكرا إليش أستاذ آسيا حدثينا بالبداية عن منصة فاحص وشوك تأسست ومن أسسها تمام بداية منصة الفاحص هي واحدة من مشاريع مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية المنصة انطلقت بشكل رسمي بـ 2021 تحديدا بشهر العاشر يعني تقريبا اليوم عمر المنصة سنتين المنصة تم تأسيسها لتحقيق هدف في الحقيقة وهذا الهدف هو نشر مفهوم التربية الإعلامية الرقمية أنه نخلق من كل شخص دا يتصفح الإنترنت ودا يتصفح الصفحات المختلفة نخلقها ونحاولها من شخص عادي لشخص فاحص ومدقق بهدف يعني ممكن أنه نقلل حالة الإنجرار اللي دا تصير وراء كل خبار تصديق كل خبر قاعد ينتشر فهل منصة هي هذا الهدف الرئيسي لها اللي احنا دا نحاول يعني نشتغل عليه نعم ستا أسيا الله يوفقكم دائما أنتو كفريخ كم شخص وهل كلكم موجودين بمدينة واحدة أو بمنطقة واحدة لو متوزعين كأشخاص بكل مدينة حتى تقدرون تسيطرون على الوضع ويعني تسيطرون على الأخبار الزائفة نسبة لهذا الجانب لازم نركز على فكرة أنه المنصة هي مبادرة شبابية فإحنا كنا عبارة عن مجموعة أشخاص يعني وفريق تطوعي جدا ضخم منتشر بالعراق وبخارج العراق من خلفيات صحفية إعلامية تقنية جمعنا هذا الخليط كله حتى نحقق هاي الأهداف اللي احنا عدنا إياها هدفنا واحد كلنا اللي هو الرصد والتحقق سواء كان الخبر دا ينتشر بأي مقافضة احنا دائما جاهزين ودائما يعني على انتباه كامل لكل ما ينشر الفريق يعني التطوعي دائما موجود يعني نعم طيب ست آسيا ليش الأخبار الكاذبة بدت بالانتشار هوايا خاصة من هذه الفترة يعني قبل أيضا كان أكو أخبار كاذبة ولكن مو بهذا الحجم والكم الهائل اللي دا نشوفه بهذه الفترة طبعا يعني هذا واحد من أهم الأمور اللي خلت أصلا منصة الفاحص وتكون موجودة وغيرها من المنصات اليوم ممكن قديما الأخبار الكاذبة موجودة أو الإشاعة أصلا هي ظاهرة قديمة لكن خلينا نركز شوية أنه الخبر الكاذب لما كان ينشر كان ينشر بمحيطك الضيق ومجتمعك الضيق على سبيل المثال إذا أنت تدومين بالمدرسة أو بالجامعة أو بالمستشفى فهذا مجتمع ضيق نشرت بينكم إشاعة وخلص هي أنتوا تدولتوها بين بعض ما انتشرت بنطاق أوسع لكن كنتيجة طبيعية جدا للتطور التقني والتكنولوجي اللي صار ودخل على العالم الإشاعة أكيد تطورت مع هذا التطور اليوم كل شخص الإنترنت دخل حياتنا كل شخص يحمل هاتم ذكي نستخدم السوشال ميديا بشكل شبه يومي الشخص أول ما يوعد من النوم يفتح تلفونه يدور على الأخبار آخر الأخبار فبالتالي السوشال ميديا صارت مصدر المعلومة وبنفس الوقت صارت وسيلة لنشر المعلومة هذا أدى إلى ضخف كام كبير جدا من المعلومات يعني بشكل شبه يومي أنت كل ما تسوي رفريش للتايم لايين هتلقى خبر جديد فبالتالي ضخل معلومة الكاذبة حيصير أسهل وحيصير بشكل أسرع نعم ماشي سيد آسيا حابة أسألك إحنا شوكت نقدر نسميها خبر كاذب على الخبر الكاذب هل أكو فرق بينها وبين الإشاعات لو هم واحد تمام بالنسبة لهذا الموضوع رححش بس بخصوص السياق العراقي نعم أولا اليوم يعني الخبر أو الأخبار الكاذبة هي صار اسمها اضطراب المعلومات كونها نوع من الاضطراب اللي قاعد يصيب المعلومة والطريقة اللي دا توصل بها للمشاهد أو القارئ أو المتابع فإحنا غاية اضطراب المعلومات نقسمهم لثلاث أشياء أساسية أخبار خاطئة وأخبار مضللة وأخبار ضارة والتفريق بينهم جدا مهم وجدا يسهل علينا كمدققين ويسهل على القارئ شكل جدا مختصر إذا إحنا هدنا خبر خاطئ هذا الخبر دائما يكون المواطن ضحيته شلون يعني؟ هذا الخبر كاذب مية بالمية خبر غير صحيح أبدا كل عناصر غير حقيقية بس الشخص اللي دا ينشره هو شخص غير واعي إنه هذا خبر كاذب ودينشره بهدف نشر معلومة نشوفه ينتشره هوايا بأوقات مثلا وفاة فنان نشوفه ينتشر مثلا إنه هجوم مسلح فهو يبدأ يسوي شير بدون وعي ويدخل بنقاشات عقيمة ويا المتابعين الخاصين مالته وهو يطلع خبر كاذب بس خبر خاطئ ليش؟ لأنه ما عنده نية الإساءة نشاره بدون وعي فهو ضحية بهذا الخبر النوع الثاني اللي هو الخبر المضلط وهنا هذا خبر كاذب أيضا لكن اللي نشاره عنده قصد بالإساءة وعنده نوع من تحقيق الأجندة الخاصة بلي يريد يحققها وهي دائما ما تكون مستهدفة ضد سياسيين بالعادة تكون ضد حزاب معينة يعني دائما يكون تصنيفها سياسي أكثر مما يكون اجتماعي أما الخبر الضار وهذا بالنسبة لي يعني أصنفه من أكثر الأخبار المضرة والجدية وهو اسم على مسمى سبب الجدية والخطورة اللي بيه إنه هذا الخبر بيه جزء حقيقي يعني هو إخذ اشتزأ حقيقة ولكن دمجها مع كذبة فشكل هذا الخبر المضلل ونسميه ضار لأنه دي يأثر بشكل مباشر على الشخص اللي دي يستهدفه بالعادة دائما نحن نقول مثل ما ذكرت حضرتش أنه الفنانين يكونون عرضا لهاي الأخبار على سبيل المثال فنان يعاني من مرض وهو معترف أنه يعاني من مرض تبدأ الصفحات أنه وفاة الفنان إثر مرض عضال فالناس تصدق الخبر لأنه فعلا كان مريض وبالتالي ينتشر وصعوبة تصحيحة تكون جدا عالية لأنه الناس ما راح تصدق حتقول لك هو مريض فأنت لا هو ممكن يكون مات فعلا يعني فهذه التصنيفات الأساسية للأخبار نعم طيب أستاذ آسيا تحسين أنه أو برأيك بعض المشاهير هما اللي يخترعون هذه الأكاذيب حتى خلينا نقول الضوء يكون عليهم أكثر يعني خاصة هسا مثلا عندنا الفاشنستات والإنفروانسر وهذه من غيرها يعني دائما تشوفين أكو أكشن بحياتهم يعني دائما أكو أخبار عليهم تحسين أنه هما ممكن يقولون هذا الخبر لشخص أنه ينشره حتى يجمعون أكثر مشاهدات ولايكات وغيرها طبعا يعني هي مفهومة الأخبار الكاذبة أصلا بطل مجرد ظاهرة سلبية هو صار آفة مجتمعية يعني أكو أشخاص وجهات تغيش على الخبر الكاذب يعني لازم هي تخلق الترند ولازم تتماشى مع المجتمع المجتمع في حال نساها تطلع بخبر كاذب فالناس تتوجه صفحاتها تفتح الصفحة تشوف إذا فعلا الخبر صحيح فبق يعني بالتأكيد هذا موجود أكيد هو لا يعمم لكن موجود والكثير من الصفحات يتم إنشاءها فقط لهدف نشر معلومات مغللة فلازم دائما المواطن يكون واعي للشيء الذي يقرأه يركز أكثر يسأل نفسه مجموعة من الأسئلة قبل ما يصدقه قبل ما ينشر الخبر صحيح بس للأسف إحنا دعا نشوف أنه المتابعين أو المشاهدين اللي موجودين دائما يصدقون الأخبار الكاذبة الغير معقولة دائما شمن سبب وراء هاي الشغلة هو هوايا أسباب أولا أنه ممكن يكون الشخص عنده معتقد سابق يعني هو مؤمن بي عنده فكرة معينة هو دايحب وديدور على مصدر أصلا يغنيها مو مصدر ينفيها فلما نشوف الخبر هذا انتشار وفعلا هو يعني داي يتماشى ويا المعتقد اللي عنده يا بالعكس هو حيكون ينشر الخبر وأصلا ما رح يسأل هو أكد على معتقده نفس الوقت أكون نوع من الشي اللي نسمي إثارة وتفاعل اجتماعي يعني مثل ما قلتي هو قاعد ينشر الخبر الكاذب بس حتى يجيب لايكات بس حتى يجيب مشاهدات والناس تحب هذا النوع من الأخبار دائما يعني خبر فضيحة فنان أو خبر فضيحة سياسي هذا دائما نوع من أكثر الأنواع انتشارا شي مهم لازم نركز عليه من الدوافع اللي هو الخوف وهذا إحنا هوايا كمواطنين عراقيين نعيشه دائما يعني دائما عندنا خوف مثلا أو قلق وفكرة عن حالة اقتصادية معينة مثلا سعر صرف الدولار ندور على الأخبار إنه وين صار الموضوع شلون الانتشار وين صفى سعر الصرف فلما نشوف صفحة نشرت مثلا استقرار سعر الصرف تلقي الناس تفاعلت ويا لأنه طمأنهم أزال الخوف منهم هم أصلا محتاجين هذا الخبر فبالتالي انتشار وصدقون الناس وما كانوا بحاجة للتدقيق بيه وبنفس الوقت أكو نوع من السهولة يعني مرات الأخبار المظلة تكون غير منطقية وسهلة جدا وبسيطة فالشخص لما يقرأها بالعكس هو يستسهلها ويصدقها ويروح ينشرها فهو هي أسباب وأكيد عندنا الأسباب الثانية اللي هي أكثر جدية ممكن تكون أجندات سياسية تعمل عليها وأجندات اقتصادية وممكن يعني بحسب انتمائك الاجتماعي أنت تصدق الخبر يعني نعم اللي يكون ملائم نعم طيب استاذا سيحتي لنا شوية أنت وشلون تتبعون الأخبار وشلون تعرفون مثلا هذا الخبر هل هو صحيح أو هل هو مفبرك تمام هي عملية شوية طويلة بس نختصرها إحنا أنه من بداية عمل صار عندنا قاعدة بيانات بما معناه لما بدنا نرصد الأخبار من أول يوم بالمنصة صرنا نحط كل صفحة نشرة خبر كاذب أكثر من مرة بقائمة وهذه القائمة نحن دائما نرجع لها يعني ببداية اليوم إحنا هاي الصفحات كلها نفوت عليها نشوف شنو نزلوا اليوم بالعادة نشرهم يكون متزامن نعم ينزلون نفس الخبر لما تدخط به يطلع فعلا مضلل هاي الطريقة الأولى اللي هي قاعدة البيانات اللي احنا نعتمدها وطبعا هاي بتحديث مستمر للأسف الكثير من الصفحات العراقية هي من ضمن الأسماء الموجودة بهذه القائمة وهي صفحات يعني اجتماعية ويتابعها المواطن بشكل يومي فبالتالي هما يدسون التضليل بطريقة لا شعورية للمواطن الطريقة الثانية هو الفريق التطوع العامل على الرصد يعني احنا بشكل مباشر نلزم كل واحد بتليفون نفتح السوشال ميديا الخاصة بنا نشوف شنو دا ينتشر شنو الخبر اللي حاليا التريند والناس دا تحتي عنا بالمواقع ندقق هذا الخبر طريقة الثالثة هي التواصل معنا مباشرة والتبليغات اللي توصلنا انه هذا الخبر دا ينتشر بمنطغتي انا عندي شكوك الى ممكن ندققه فعلا ندققه اذا كان صحيح يتم يعني الاجابة انه هذا الخبر صحيح اذا كان مضلل يتم نشر تقرير كامل عن تصحيح الخبر استاذ آسيا بما انه اذا نحاول انه احنا نحل هذا الموضوع ونقضي على الاخبار الكاذبة هل اكو قانون يعاقب على نشر خبر الكاذب يعني نقدر احنا نحولها للقانون اذا اكو شخص مضرر صحيح المشرع العراقي في الحقيقة يعني لم يخفل عن موضوع الاشاعة وبالعكس يعني اللي يقرأ قانون العقوبات العراقي رقم 100 ودعش رح يشوف انه وصلنا في الاشاعات الضارة والاشاعات الكاذبة كشيء مسأم للدولة فتخيلوا اشقد هي ظاهرة سلبية وحقيقية وهو كد سبب اثر جدي اقو مجموعة من القوانين الموجودة بهذا القانون يعني الفقرات الموجودة بهذا القانون تجرم الاشاعة ممكن اذكر منها يعني المادة 179 وهي يعاقب الشخص اللي نشر معلومة ضرر بيستجن ما لا يزيد عن عشر سنوات فتخيلوا حجم العقوبة وهي تمس مثلا حالة الحرب نشر اشاعة بوقت الحرب اثرت على القدرة الحربية للدولة عندنا مواد ثانية تتحدث عن الضرر بالحالة الاقتصادية للدولة مثل انه اتهز ثقة المواطن بمثلا صحة النقض بالدولة عندنا انه المواطن نشار او جهة نشرت اشاعة تتعلق بالاوضاع الداخلية للدولة هاي كلها المشرع العراقي نص عليها القانون بالتأكيد يعني احنا نعتقد انه يجب توسيع هاي المواد لانه مثل ما قلت كنتيجة طبيعية للتطور يجب ان القانون يتطور معها بشكل متوازي نعم نعم طيب استاذة اسيا اليوم كيف احمي نفسي من هذه الأخبار والأخبار الكاذبة اللي ممكن يعني مو قصد انه انشرها ولكن شفت الخبر ونشرته وممكن اني همين اتعرض لهذه العقوبة ولكن اني مو بنيتي هذا الشي اليوم الواحد اذا يريد يعرف الأخبار الفعلا نكون صحيحة ومصدر موثوق بي شلون يحمي نفسها من هذه الأشياء صح هذا السؤال يعني هو كلش حلو وممتع وحنا دائما بالتدريبات دائما نطي مجموعة من التركات خلي نقول البسيطة جدا للشخص اللي ما عنده أدنى يعني مستوى من التدقيق للمعلومة خلي نقول الشخص العادي المواطن العادي اكو أشياء دائما تتكرر احنا لما نتصفح الأخبار اكيد يعني ما رح عمم على كل الأخبار بس غالبية الأخبار اللي موجودة بالسياق العراقي وحدة منهم أنه أخطاء إملائية جدا فادحة يعني أنت تقرأ الخبر تحس أنه اللي كاتبة أصلا يعني ما زال في المرحلة الابتدائية أغلاط إملائية جدا كبيرة عدم تناسق صياغة غير مقبولة على سبيل المثال ذكرت أحد المصادر أو أحد المجلات وفقا لأحد الدراسات فهو لا يذكر لك اسم دراسة ولا يذكر اسم مصدر معين أنت ترجع له أو بعض الصفحات تتعمد نقلا عن وكالة مثلا عالمية على سبيل المثال رويترز فهو لما يحط هذا الاسم القوي المواطني صدقه دائما نكونوا حذيرين لما تقرؤون الخبر وقرؤوا أكثر من مرة شوفوا هل هو منطقي أو غير منطقي ابحثوا عننا بصفحات ثانية ابحثوا عننا بمنصات إخبارية هل المنصة الإخبارية نقلتها ويش تبتي هاي السلسلة بعض المرات أقول عنوين الرنانة اللي هي أنه عنوان جدا قوي جدا ملفت يبحث عننا المواطن هنا دائما لازم تشك لأنه وهاي ناس تجذبك عن طريق العنوان ويطلع المحتوى أصلا يعني مخالف احمي نفسك دائما أنه اقرأ مرة ومرتين الخبر لا تنشر أي شي شفت الناس نشروب يعني بس لأنه نشروب هو صحيح اتواصل مع المنصات الخاصة بالتدقيق ممكن هما يساعدوك أيضا بشكل مباشر ابحث بالإنجليزية ابحث بالعربية ووسع طريقة بحثك خصوصا إذا أنت شخصية معروفة يعني يكون ناس يشتشاركون الخبر وهما شخصيات معروفة ويقول لك مهي الصفحة مشهورة نشرته كنا متعرضين للخطأ يعني نحن كمنصات التدقيق أيضا مرات نتعرض للخطأ فبالتالي لازم يكون كلنا يعني على قدر كافر من الوعي نعم نعم شكرا إليج أستاذ آسيا وطبعا إحنا لأهمية الموضوع رح نختم لقائنا يعني عدنا استطلاع شكرا إليج وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت شكرا على المعلومات جدا حلوة اللي طلتنا ياها وبالتوفيق دائما